اهلا بكم ابدأ معك ضيفنا من اربيل سيد مهند هل الوضع في العراق حاليا كما بالفعل كما يشير تقرير معهد واشنطن للشرق الادنى هل الميليشيات تسيطر كل هذه السيطرة على منافذ العراق مساء الخير استاذ محمد تحديد حضرتك ولسادة الضيوف ولسادة المشاهدين اعتقد ان المؤشرات واضحة جدا فيها العراق اليوم الميليشيات والفصال المسلحة هي لا تسيطر فقط على المنافذ الحدودية او على موارد الدولة الاقتصادية هي ايضا يعني تستحوذ على القرار السياسي وتمارس ضغوطات كبيرة جدا على الحكومة العراقية في خطواتها لفرض القانون والاستعادة هيبة الدولة ونلاحظ ذلك عبر مسارات عديدة فيما يتعلق بالمنافذ الحدودية المبادرة التي اطلقها رئيس الوزراء في العام الماضي حققت تقدما ملحوظا ولكن حتى الان لم تسيطر الحكومة بشكل كبير على المنافذ الحدودية انت تحدثت والتقرير تحدث عن المنافذ الرسمية المسيطرة عليها من قبل الحزاب السياسية والفصال المسلحة ولكن ايضا هناك منافذ غير رسمية تسيطر عليها هذه الميليشيات بشكل مطلق فضلا عن انشطة اقتصادية تتعلق بالتهريب والتهريب ليس فقط فيما يتعلق بالبضاع التجارية لدينا تهريب العناصر تهريب المقاتلين وايضا هناك فيما يتعلق او في اطار هذا النشاط كله يأتي في اطار ما يسمى اقتصاد المقاومة وهي مقاربة ايرانية من اجل ان تتخلص من العقوبات هي تفترض ان هذه الدول العراق سوريا لبنان ساحة لتصريف البضائع الايرانية وايضا كجسور تستخدمها ايران للتخلص والتهرب من العقوبات وبالتالي هذا النشاط يندرج ضمن الاستراتيجية الاقليمية الايرانية والسياسة الاقليمية لايران من اجل ان تحافظ على مصالحها وايضا هذه السياسة هي على حساب مصالح الشعوب ومصالح دول المنطقة